يلا بنا نروح تونس ونشوف ايه اللي بيحصل بالزبط في تونس شوفوا يا جماعة تونس مع الوقت بتتحول لدولة الرجل الواحد حرفيا وبدأناها هنا بفضل الله وقلنا الراجل ده عامل انقلاب كامل الاركان قبل ما حتى التونسيين كانوا بيتكلموا بدبلوماسية شوية قل لك ايه الدبلوماسية يعني ان الراجل وقرارات مش انقلاب لا احنا قلنا انه هو انقلاب وكامل الاركان وكان معنا هنا في ملفات الرئيس الدكتور المنصف المرزوقي وقلنا انه هو انقلاب قص عيد بعد ما اسند لنفسه سلطة التشريع وجمد البرلمان الاسبوع ده بقى قرر يحل المجلس الاعلى للقضاء ويعين مجلس جديد يدير شؤون القضاء وبكده يبقى في ايده ايه السلطات التلاتة تنفيذية تشريعية قضائية وحاجة اخر زبادي بالمهلبية لما القضاء اعلنوا اضربهم عن العمل بسبب قرار سعيد وبعدها حصل الضغوط من امريك وحصل الضغوط من اوروبا والامم المتحدة جبت الكلام ده منين من الاخبار دي ادينا باشا الاخبار وانزلينا بالاخبار الضغوط تتزايد على قيس سعيد كبار المانحين الدوليين يرفضون حل مجلس القضاء ويطالبونه بالتراجع اللي بعده ازمة تونس قلق امريكي اذا اقرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الاعلى للقضاء طبعا يا جماعة هنا مفيش حس ولا خبر عن ايه عن جامعة الدول العربية ولا الاتحاد الافريقي وكأن تونس دي في الاتحاد الاوروبي ولا مثلا في شرق اسيا المهم بعدها حاول الحج قيس سعيد انه هو يمتص الموقف وقامت خارجة وزيرة العدل واعلنت ان قيس سعيد هيعيد صياغة القانون مش المجلس تعالوا نشوف كده خبر بقى تشكيل المجلس وزيرة العدل في تونس قيس سعيد سيغير القانون المنظم للمجلس الاعلى للقضاء طيب يسكت سعيد ماسكتش الحج قيس ام بعدها بساعات طالع ونفى الكلام ده ولا عادي بحاجة بجام انت ما تعرفيش حاجة المجلس هيتحل وما فيش رجوع وكلمتي مش هتنزل الارض ابدا اسمع قيس سعيد الشعب التونسي يريد ان يطهر البلاد واذا اردنا ان نطهر البلاد فلابد من تطهير القضاء ايه حج قيس ما تهدع نفسك شوية مولانا قضاء اللي انت عايز تطهير انت عايز تقضي على القضاء عشان لما تسرق وتنهب وتشكل دستور باب مزاجك وتاخد السلطات التشريعية والتنفيذية وكل السلطات تبقى في جيبك ما فيش قضاء يراجعك ولا قضاء يقولك تعال انت بتعمل ايه ولا قضاء يحكمك الطاغية والظالم والفرعون يريد ان يشرعن كل شيء لنفسه فيقضي على اي مؤسسة محترمة توقفه عند حده فقص عيد بقى كل حاجة تجيبه فضل الايه القضاء نطهره نتبحه نموته طيب القضاء بقى فين في المقابل لسه القضاء مواصلين اضرابهم برابوا عليهم ومواصلين احتجاجاتهم على قرارات قص عيد مش قابلين بقراراته وطلعوا في تظاهرات من يوم الاربع اللي فات تعالوا نشوف الخبر ده اللي بيكلمنا عن تظاهرات القضاء قضاء تونسيون تظاهرون ضد حل الرئيس قص عيد للمجلس الاعلى للقضاء طيب والتظاهرات للقضاء يا جماعة بتتواصل حتى اليوم اللي احنا فيه موجودين معاكم ده تعالوا كده نشوف جزء من التظاهرات وحديث القضاء والقضاء عن قرار الحج قي السعيد نشوف مع بعض الرجالة دي لازم تثبت والقضاء لازم بحيهم على موقفهم الرائع ده ياخد قرارات ما ياخدش قرارات في قضاء وفي قضاء رجالة في تونس يعني حمل فوق دماغهم دلوقتي لازم يحملوه وهو الشعب التونسي انتو اخر حاجة دلوقتي وقفة قدام الراجل ده الراجل ده لو حل القضاء الشعب التونسي هيعمل ايه؟ مين هيوقف مع الشعب التونسي؟ مين هيحكم الراجل الانقلابي ده؟ طيب في النهاية اللي بيحصل ده شيء غريب شيء عجيب في ظل معركة مع المفروض أستاذ قانون ودستور لكن لما معلم بيتولوا المناصب بيتجننوا بتسرح منهم بتهرب منهم والله لما تولى منصب الرئاسة اتحول من أستاذ في الدستور لديكتاتور ديكتاتور بيرفض سلطة التشريع المعارضة رؤيته والرأيه واللي هو عايزه وكمان يجمدها ويرفض استقلال القضاء لما يخلف تعليماته ويقوم بحله تونس بعد ما كانت هي الإجابة رغم كل المشكلات أصبحت هي الأزمة والمعضلة ترجمة نانسي قنقر